ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية استمرار مختلف جهود توفير السلع وضبط الأسعار وذلك من خلال التعاون والتنصيق بين كافة أجهزة وجهات الدولة المعنية لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع خاصة مع قرب حلول الشهر رمضان المعظم موجها المحافظين باستمرار الرقابة على منافذ ومعارض بيع السلع كما أشار مدبولي أن اجتماع اليوم هو الأول لمجلس المحافظين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة هو ما يأتي في إطار البدء الفعلي لعملية الانتقال التدريجي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة ترجمة نانسي قنقر